اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصطفاه من خلقه واجتباه من ذرئه في غربه وشرقه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة كل فضل ومير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم المآب وبعد فإننا قد وقفنا بفضل الله ومعونته في المحاضرة السابقة عند قول الإمام الشاطبي ومنهن للكوفي ثاء مثلث وشرحنا منه وبسطنا ما وصلت إليه يد الوقت وعلى كل فإننا اليوم سأطلب منكم أن تقرأوا هذا المقطع الذي يضم هذه المسائل فإننا بقراءة ذلك نتعود على قراءة المتن على أحسن الوجوه فيقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه بسم الله ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولاء أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا أنا أريد أن تقرأوا وذن نقطشين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عن منافع وشام سما في نافع وفتل على ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي للمكي فيه ونافع وحصن عن الكوف ونافعهم على ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقضب الواو فيصلا وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك عملا وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويرقل أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا وسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهله متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطل أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عفرت فهو الأمون تحملا إلى آخر مقدمة رضي الله عنه ورحمه ورضي عنكم معه سبق لنا أن تحدثنا عن حروف أبي جاد وقلنا بأن حروف أبي جاد قد اتخذها الإمام الشاطبي وطوعها رموزا للقراء وجعلها علامات عليهم إلى آخره ثم تطرقنا إلى أن بعضا من حروف أبي جاد بقيت وهي ستة أحرف وسميناها بالروادف وهي الثاء والخاء والذال 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 ويجمعها قولهم سخذ ضغش وقلنا بأنه جعل في هذه الحروف أو في هذه الأحرف الستة رمزا للقراء مجتمعين فجمعهم على على ماذا على ثنين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى ستة وعلى ستة وقلنا في مطلع ما قال وَمِنْهُنَّ للكوفي بدأ بشرح ما أراد من مصطلحاته ومنهن للكوفي ثاء مثلث فقلنا ماذا حينما يتفق الكوفيون الثلاث الذين هم عاصم وحمزة والكساء على خلف فإنه يرمز إليهم بماذا بالثاء اختصارا ومثلنا له بقول الإمام الشاطبي لا أبدا وفي درجات النون مع يوسف ثواء درجات من نشاء درجات من نشاء ينونها من النون يعبر عن التنوين بالنون وفي درجات النون مع يوسف ثواء يعني الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكساء يقرؤون بالتنوين في درجات من نشاء أليس كذلك جيد إنما هذا للتمثيل وقد مر معنا وكذلك في قوله وفي كافة فتح اللام في مخلصا ثواء وفي كافة يريد بها ماذا كافة صورة مريم أحسنت يريد بها صورة مريم وفي كافة فتح اللام في مخلصا وكان مخلصا في من قيلت هذه في موسى عليه السلام ماذا قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أو نبيا مخلصا ومخلصا فالذين يقرؤون بفتح اللام منهم الكوفيون أخذناه من أين من قول الإمام الشاطبي وفي كافة فتح اللام في مخلصا ثواء فأخذناه من هذا على كل حال ثم ننتقل إلى إلى ما بعده وهو حرف ماذا وستتهم بالخاء ليس بأغفلاء قلنا إذا اجتمع الستة دون نافع على حرف من حروف القراءات ووجه من وجوهها واتفقوا على ذلك فيها فإنه يرمز إليهم بالخاء اختصارا ولذلك قال وستتهم بالخاء ليس بأغفلاء يعني يريد أنها منقوطة يريد أنها منقوطة والأغفل من الحروف والمغفل الذي لا لا نقط فيه لا نقط فيه قال عنيت الأولى أثبتهم والأولى بمعنى الذين كما قلت رأيت بني عم الأولى رأيت بني عم الأولى يخذلونني يخذلونني أي الذين ماذا قال عليت الأولى نعم أثبتهم بعد نافعين عنيت الأولى أثبتهم عنيت الذين أثبتهم بعد نافعين ثم قال وكوف وقرأنا هذه الأشياء إنما أردنا الآن أن نراجع وكوف وشام ذالهم ليس نعم نحن قد مثلنا لها بقول الإمام الشاطبي وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولى ثم ننطلق إلى قوله وكوف مع المكي بالضاء معجما إذن إذا اتفق الكوفيون والكوفيون تعرفون منهم عاصم وحمزة والكساء مع من؟ مع ابن كثير إذا اتفقوا في خلف فإنه يرمز إليهم بماذا؟ بحرف بحرف الضاء بحرف الضاء مثال ذلك وفي الطور في الثاني ظهير وفي الطور في الثاني ظهير يريد به ماذا؟ بالثاني ألحقنا بهم ذريتهم أو ذرياتهم ألحقنا بهم ذريتهم أو ذرياتهم حيث قالوا يقصر ذريات مع فتحتائه ماذا نقصر؟ نقصر الألف الذي بين اليائوة والتاء يعني نقول ذريّة يعني مع فتح التاء ذريتهم على الإفراد على الإفراد وفي الطور في الثاني يعني ألحقنا بهم ذريتهم حتى لا تدخل الأولى لأن لها حكما آخر وسيأتي بعد هذا إذن يقرأ أصحاب الضاء الذين هم الكوفيون ومن؟ وابن كثير ذرياتهم هنا في الأعراف والثاني الذي في الطور بماذا؟ بالقصر وفتح التاء فيقولون ألحقنا بهم ذريتهم عند الكوفيين أما عند ابن كثير ألحقنا بهم ذريتهم فتنبهوا لهذا إذن ما أردنا الآن المثال فقط وسنعرض لهذا بالبسط إن شاء الله في محله ثم قال بعد هذا ماذا؟ وكوف وبصر غينهم ليس مهملة ليس مهملة إذا اتفق الكوفيون الثلاث مع الإمام أبي عمر فإنه يرمز إليهم بماذا؟ بالغيني إذا اتفق الكوفيون مع أبي عمر ابن العلاء فإن الرمز يكون ماذا؟ غينا اختصارا مثال ذلك من الشاطبية مثلا وَقَبْلَ يَقُولُ الْوَاوُّ غُصْنٌ وَقَبْلَ يَقُولُ الْوَاوُّ غُصْنٌ مثلا هذه في سورة ماذا؟ في سورة المائدة وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أيضا بحذف الواو وبزيادة الواو كيف نأخذ زيادة الواو؟ من هذا الشاهد كيف نأخذه مثلا كيف نأخذه تعلموا هذا تنبهوا لقول الإمام الشاطبي وقبل يقول الواو أي زيد الواو قبل قوله يقول لمن للمرموز إليهم بالغين وهم من الكوفيون وأبو عمر فيقرؤون ماذا ويقول ويقول قال بعد ذلك ورافع ورافع يعني بالرفع لمن لأنه بعد هذا يقول سوى ابن العلا حتى تعلموا كيف يتأخذ القراءة من الشاهد ويقول الذين آمن ويقول الذين قال ورافع وقبل يقول الواو غصن ورافع يعني يقرؤون بزيادة الواو قبل قوله تعالى يقول مع رفع يقول مع رفع اللام في يقول أليس كذلك فهذه كلية لكن استثناء من هذه الكلية التي تقدمت ابن العلا سوى ابن العلا يعني فينصب إذن عندنا هنا مثلا غصن يقرؤون ماذا غصن اتفقوا على زيادة الواو قبل يقول أليس كذلك ولكن اختلفوا في ماذا في رفع اللام في يقول أو نصبها فأقر برفع اللام لمن للكوفيين واستثناء منهم ابن العلا لأنه يقرأ بنصب اللام إذن يقول وقبل يقول الواو غصن ورافع وابن العلا اتضحظ إذن ما الذي عندنا يقول الذين آمنوا قبلها نزيد للكوفيين مع أبي عمر الواو قبله نعم لكن اختلفوا في ماذا اختلفوا في رفع اللام ونصبها فلابد أن يميز هذا حتى لا يظن ظن من القرأة أنهم كما اتفقوا على زيادة الواو اتفقوا أيضا على رفع اللام وليس كذلك إذن قال وقبل يقول الواو غصن ورافع يرفعون اللام سوى ابن العلا فإنه ينصب ينصب اللان اتضح الأمر جميل ما الذي بعد هذا وذن نقط شين للكساء وحمزة وذن نقط شين احترز بالنقط عن غير المنقوط وهو السين حتى لا يلتبس به وقد مر في حروفه أبي جاد التي يرمز بها إلى قرائم الفردين إلى من أفرد من من القرائم في قوله رست أليس كذلك جميل إذن إذا اتفق من الكساء وحمزة على خلف من القراءات فإنه يرمز إليهم بماذا ويرمز بالشين بالشين اختصارا وقد يقول الشين وقد يقال فيهم الأخوان أيضا إلى آخره والكوفيان أيضا ولكن هذا رمز الإمام الشاطبي بالنسبة للحرف فجعل للإمامين حمزة والكساء حرف الشين إذا اتفقا على خلف قرائي مثال ذلك وهو كثير مثال ذلك وقل حسنا شكرا وقل حسنا شكرا وهذا مما لم يحتج فيه إلى تقييد بغير لفظه فقد ذكره كما هو كما يقرأه من حمزة والكساء وقل حسنا شكرا بماذا يقرأ الجماعة وقل وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا لكن حمزة والكساء قرأ ماذا وقولوا للناس حسنا فقال الإمام الشاطبي وقل حسنا وفيه من دلالات الشكر بالقول الحسن ما فيه رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن من فاهمه أيضا وقل حسنا شكرا بمعنى أن حمزة والكساء قرأ قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قرآه وقولوا للناس حسنا إذن أخذنا قراءة حسنا للإمامين من قوله شكرا أليس كذلك وغيرها كثير كقوله ذكر لم يكن شاع فالرمز هنا لمن لحمزة والكساء أيضا في أي مكان هذه لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا ثم لم تكن ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا فماذا يقرأ الشيخان قالوا ذكر لم يكن ذكر لم يكن نعم أليس كذلك جميل إذن يقرآن ماذا ثم لم يكن فتنتهم بالرفع عن بالنصب يقرآنها بالنصب لماذا لأنها ستأتينا بعد هذا في البيت الذي يلي قال وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وقلنا بأن الكلمات إنما يأخذ الرمز من أول حرف فيها أليس كذلك فالرمز الأول في قوله عن إذن فالرمز في العين وهي لمن وتقدم لنا هذا لحفص والرمز الثاني قل لي ديني الرمز فيه في الدال لابن كثير والرمز الثالث كامل الرمز فيه لكاف لابن عامر الشامي إذن هؤلاء الثلاثة حفص وابن كثير وابن عامر يقرؤون ماذا يقرؤون فتنتهم بالرفع إذن بقي الذين سكت عنهم إنما يقرؤون بالنصب ومنهم حمزة و والكساء أليس كذلك إذن يقرؤ ماذا لم يكن فتنتهم لم يكن فتنتهم حتى نبيز ما بينها بعد هذا وقل فيهما مع شعبة هنا أنهى ماذا أنهى الحروف الروادف الستة أنهىها الحروف الستة التي جعلها ماذا رموزا للقراء مجتمعين وهي الثاء والخاء والذال والضاء والغين والشين بعدما أنهى هذا اخترع ثماني كلمات جعلها رمزا ودلالات على القراء مجتمعين إذن اخترع كنايات أخرى فجعلها دلالات على على القراء مجتمعين أيضا وهي أولا صحبة صحاب عم سمى حق حرمي نفر نفر حصن فهذه ثمانية فقال رضي الله عنه وقل فيهما مع شعبة صحبة وقل فيهما يريد من العود على أقرب مذكور وقل فيهما أي في من ذكر الآن وهما حمزة والكساء الذين رمز لهما بماذا بالشين قل فيهما إذا اجتمع مع من مع شعبة صحبة إذن إذا اجتمع حمزة والكساء مع شعبة نقول ماذا نقول صحبة إذا سمعنا صحبة في الشاطبية فإننا نعلم أن الخلافة متفقون بين حمزة والكساء ومن وشعبة وأمثلة ذلك كثيرة منها ورؤوف قصر صحبته مثلا وهذه الكلمات إما أن يضيفها وإما أن يأتي بها مجردة من غير إضافة فالمدلول هوه أليس كذلك إذن قال ورؤوف قصر صحبته حلا ولا نريد رمز الحاء هنا لأبي عمر وإنما نريد فقط صحبة للتدليل على ذلك إذن الذين يقصرون رؤوف الجماعة يقرؤون رؤوف مثلا رحيم رؤوف الرحيم وصحبة يقصرون ماذا رؤوف فيقرؤون رؤوف رؤوف جميل إذن أعرف له هذا أيضا في قول الإمام الشاطبي وقرح بضم القاف والقرح صحبة وقرح أو وقرح بضم القاف والقرح صحبة يعني كيف أتت كلمة القرح معرفة أو منكرة فإن صحبة يقرؤونها بماذا بضم وقرح بضم القاف والقرح صحبة فيبقى الذين سكت عنهم يقرؤون بماذا نعم أحسنت إذن عرفنا الآن كيف نأخذ قراءة صحبة من أدلة الإمام الشاطبي أليس كذلك ما الذي بعد هذا صحاب هما ما زال الرجع والعود على من على حمزة والكسائي على حمزة والكسائي إذا اتفق حمزة والكسائي مع شعبه فإن الرمز صحبة وإذا اتفق حمزة والكسائي مع من مع حفص فهم صحاب وهؤلاء صحبة وصحاب يجتمع الكوفيون لأن شعبة وحفص هما راوية من عاصم وعاصم داخل سوري الكوفيين إذن فصحبة وصحاب هم أصحاب في المذهب الكوفي لذلك عبر الإمام الشاطبي بهذا رحمه الله تعالى إذا اتفق خلف من القراءات عند حمزة والكسائي ومن وحفص فإن الرمز يكون صحاب جميل مثاله من الشاطبية مثلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب زكريا حيث جاءت مثلا يقصرونها ولا يهمزونها والباقون يمدون ويهمزون يمدون ويهمزون إذن زكريا دون همز جميعه صحاب إذا سمعنا زكريا وسمعنا صحاب عرفنا بأن صحاب إنما يقرؤون زكريا غير ممدودة غير مهموزة أه؟ أليس كذلك اتفقنا على هذا إذن نعيد هذا البيت وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم صحاب هما مع حفصهم إذن إذا اتفق الشيخان اللذان هما حمزة والكساء مع مع حفص وإن الرمز يكون ماذا يكون صحاب يكون الرمز لصحاب قلنا في قول الإمام الشاطبي وقل زكريا دون همز جميعه صحاب يقرؤون زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب يا زكريا إنا نبشرك أو إنا نبشرك والباقون المسكوت عنهم فإنما يقرؤون بالمد والهمز ويكتنف ذلك ما يكتنفه ويكتنفه من التقاء الهمزتين في باب أو في الحرف الذي أو في الموضع الذي تلتقي فيه همزة زكريا مع همزة غيره وفي ذلك باب واسع وله بابه وشرحه في مكانه بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر